اشتركوا في القناة وذلك بعدما انصار الحكم باتا واجب التنفيذ بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم وبيقرار الحكم الصادر باعدامهم وذلك بعد ان اتخذت الاجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن وطلب النائب العام تنفيذ الحكم بناء على ذلك كما اوضح الحمادي ان تنفيذ الحكم قد تم رميا بالرصاص وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثل نيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ حسب ما يقضي القانون ترجع وقائع القضية الى قيام المحكوم عليهم بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بعد وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة الى مكان الواقعة بافتعال اعمال شغب استدعى التدخل القوات التي ما انبلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير احداها ما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات واصابة ثلاثة عشر اخرين هذا وقد اسفرت التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة انا ذاك عن قيام المتهمين الاول والثاني بتشكيل جماعة ارهابية ضمن تنظيم سرايا الاشتر الارهابي ونجحا في تجنيد المتهمين الاخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات واعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام باعمال ارهابية تستهدف قتل رجال الشرطة وتدمير المنشآت الهامة الامنية والحيوية للاخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط اجرامي تحقيقا لاهدافهم واغراض الجماعة وفي اطار ذلك المخطط الارهابي اتفقوا على استغلال تشيع جنازة احد المتوفين والتي يعلمون بتواجد قوات الشرطة انذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام ووضع عبوات متفجرة مزودة باجهزة تفجير عن بعد في اماكن متفرقة والتي يعلمون بتجمع القوات بها والعمل على استدراج تلك القوات لاماكن وجود هذه العبوات المتفجرة بهدف ايقاع اكبر عدد من القتلى بين صفوفهم فقام المتهمون في الليلة السابقة على ارتكاب جريمتهم بزرع ثلاث عبوات متفجرة بالطريق واوكل لأحد المتهمين بتفجير العبوة الاولى والتي اودت بحياة شهداء الثلاثة بينما كلف اخرون من اعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت اشراف المتهم الثالث على ان يتولى متهم اخر تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان وبتاريخ الثالث من مارس 2014 وانفاذا لمخططهم الاجرامي قاموا بافتعال اعمال شغب لاستدراج القوات الى المكان حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه اعلى احد العقارات وفور وصول القوات الى مكان احدى العبوات المتفجرة قام بتفجيرها باستخدام هاتف النقال ما ادى الى مقتل ثلاثة من افراد الامن واصابة ثلاثة عشر اخرين في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الاخريين لتأثر الثانية بالانفجار ولعدم اقتراب احد من القوات من مكان العبوات الثالثة هذا وقد احالت النيابة المحكوم عليهم الى المحكمة الكبرى الجنائية وذلك بتهم القيام بتنظيم وادارة جماعة الغرض منها تعطيل احكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضها وتجنيد عناصر لها ومتابعة انشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف افراد الشرطة بقصد ازهاق ارواحهم بغرض اشاعة الفوضى واثارة الفتن واضعاف مؤسسات الدولة لاسقاطها كما نسب لبعضهم الانضمام الى تلك الجماعة الارهابية وقد وقعت منهم تنفيذا لانشطتهم واغراضهم الارهابية جرائم قتل وشروع في قتل المجني عليهم من افراد الشرطة واتلاف الممتلكات العامة وحيازة واحراز واستعمال مفرقعات وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذا لغرض ارهابي فضلا عن تمويل جماعة ارهابية للانفاق على انشطتها الارهابية وتم تداول القضية امام المحكمة الجنائية الكبرى الى ان قضت باعدام الثلاثة المدانين وبمعاقبة الاخرين بالسجن المؤبد واسقاط الجنسية عن بعضهم وقد تم تأيد ذلك الحكم استئنافيا وقد تم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذا لحكم القانون باعتبار حكم الاعدام مطعونا فيه تلقائيا امام تلك المحكمة فقضت محكمة التمييز بنقض الحكم واعادة الدعوة الى المحكمة الاستئنافية لنظرها من جديد ومن ثم تم تداول الدعوة امام المحكمة الاخيرة الى ان قضت بذات الحكم مستندة في ذلك الى ما قام ضد المتهمين من ادلة قولية ومادية قاطعة فعرض الامر على محكمة التمييز للمرة الثانية حيث اصدرت حكمها المتقدمة برفض الطعن واقرار الحكم وبناء على ذلك اصبح الحكم باتا واجب التنفيذ هذا وصرح هارون الزياني المحامي العام للمكتب الفني للنائب العام بشأن حكم الاعدام المنفذ بحق المحكم عليهم في قضية قتل ضابط الشرطة وشرطيين من قوات الامن بتاريخ 3 مارس 2014 بمنطقة الده وذلك باستهدافهم وافراد القوات الامنية بعبوة متفجرة بان الحكم البت الذي صدر ضد المحكم عليهم قد بني على ادلة قاطعة لارتكابهم الجرائم المسندة اليهم وقد تنوعت هذه الادلة من بين شهادة الشهود وإقرارات المتهمين التي تساندت مع الادلة المادية المستخلصة مما تم ضبطه بحوزة محكوم عليهم المنفذ فيهم عقوبة الاعدام واخرين من ادوات ووسائل اتصال وما خلصت اليه التقارير الفنية من فحص تلك المضبوطات التي اتفق مؤدى نتائجها اتفاقا تما مع الادلة القولية والمادية وكذلك ظروف وملابسات الواقع المرصودة وغساق حكم المحكم الكبرى الجنائية في اسبابه تلك الادلة على نحو تفصيلي وأيدت محكمة الاستئناف العليا ذلك الحكم فيما انتهى اليه من ادانة المتهمين ومعاقبتهم في ضوء تلك الادلة واعتمادا عليها فيما قرأت محكمة التمييز الحكم في النهاية لتطبيقه صحيح القانون في اسبابه وما قضى به من عقوبة ضد المتهمين وجدير بالذكر في هذا الصدد أن كل من محكمة اول درجة والمحكمة الاستئنافية قد استندت في اسباب الادانة إلى ما قام من ادلة مادية تؤكد دون ثم تشك ضلوع المحكم عليهم في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات المسندة اليهم ومنها العثور بحيازة احد المحكم عليهم على مواد مما تستخدم في صناعة العبوات المتفجرة وأيضا العثور بإحدى العبوات المتفجرة التي تم زرعها في مكان الواقع والتي أبطل مفعولها على خلايا بشرية ثبت تطابقها مع الحمض النووي لأحد المتهمين المدانين وما ثبت من فحص هواتف بعض المحكم عليهم من استعمالهم برنامج اتصال معين ثبت تواصلهم من خلاله وتبين من تفريغ المحادثات المسجدة على ذلك البرنامج التي جرت بينهم خلال الأيام السابقة على الواقع وكذلك في ذات يوم وقوعها بل وفي وقت ارتكابهم للجريمة تنسيقهم ورصدهم تحركات الشرطة واستهدافهم قوات الأمن كما ثبت أيضا من فحص المضبوطات أن الهاتف المستخدم في تفجير العبوة والتي استهدفت بها قوات الشرطة الذي كان مثبتا عليها لاستعماله كصاعق وكذلك الهاتف الذي استخدم في الاتصال به لأحداث التفجير عن بعد قد تم تجربتهما في الليلة السابقة على الواقع وكان ذلك بمعرفة أحد المحكوم عليهم وبالقرب من مسكن محكوم عليه آخر كما تفقت نتائج تقارير الطب الشرعي والأدلة المادية والمختبر الجنائي من حيث تحديد طبيعة ونوع المواد المستخدمة في تكوين العبوة المتفجرة وكيفية إعدادها وتجهيزها وأسلوب تفجيرها مع ما جاء باعترافات المحكوم عليهم في هذا الشأن وقد صادقت تلك الأدلة المادية على ما جاء بأقوال المحكوم عليهم بالتحقيقات بما أكد سلامتها وصحتها ما تضمنته من ضلوع المحكوم عليهم في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم وتحديدا لأدوارهم فيها ومن ناحية أخرى ذكر المحامي العام أن محامي بعض المحكوم عليهم قد دفعوا ببطلان الاعترافات بالدعوة حصولها بطريق الإكراه وقد ردت المحكمة سواء المحكمة الكبرى الجنائية أم محكمة الاستئناف العليا ردت على ذلك الدفع بعدم وجود ثمة أدلة على ما ذهب إليه الدفاع وبأنها تطمئن إلى سلامة اعترافات المتهمين وصدورها طواعية واختيارا عن إرادة حرة وباعتدادها بتلك الاعترافات لصدقها ولمطابقتها الحقيقة والواقع على النحو ما سلف بيانه وقد أقرت محكمة التمييز هذا الحكم بما اجتمل عليه من أسباب ومنطوق وأضاف المحامي العام بأن القضية قد تداولت أمام المحكمة الكبرى الجنائية وكذلك أمام المحكمة الاستئنافية بدائرتين مختلفتين كما نظرتها محكمة التمييز مرتين وقد حصل المحكم عليهم منذ بدء محاكمتهم وصولا إلى حكم محكمة التمييز الأخيرة على محاكمات علانية وفرت فيها الضمانات القانونية المقررة المتهمين بحضور محاميهم الذين اطلعوا على القضية وألموا بها إلماما تاما وأبدوا مرافعاتهم الشفوية والمكتوبة وقد بلغ عدد القضاة الذين شاركوا في نظر القضية وإصدار الأحكام 12 قاضيا من مختلف درجات التقاضي تيقنوا تماما من قوة الأدلة على إدانة المحكم عليهم ولم يروا فيها شبهة أو داع للرأفة أو التخفيف الأمر الذي ينبئ عن تواتر القناعة لدى القضاة وإدل على أن الأحكام الصادرة عنها هي عنوان الحقيقة وفقا لقناعتهم وما أملته عليهم ضمائرهم ترجمة نانسي قنقر